قانون الإضراب انطلقت مستراتو مناقشته على مستوى لجنة اللجنة المختصة بمجلس النواب هو قانون التنظيمي تم التفاق بعدما قام سيد الوزير بتقديم هذا القانون تم التفاق في إطار أشغال مكتب اللجنة على تحديد تاريخ من أجل بداية المناقشة التفصيلية المتعلقة بهذا القانون طبعا هذا القانون كما تعرفون جميعا هو قانون الذي أودعته الحكومات حكومة ما قبل الماضية على مستوى لجنة النواب وبقي لسنوات طويلة دون أن تبدأ مسترات مناقشته بعدما تم تحديد هذا الموعيد فرق المعارضة طلبت إطار الحقوق المكفولة لها طبقا للنظام الداخلي طلبت تأجيل ذلك الموعيد على ما أعتقد الآن هو مبرمج في بداية الأسبوع المقبل ما يمكن أن أقول على هذا القانون هو أن سوف تبدأ الحكومة إلى الاستماع إلى هذه المختلف الفرق والحساسيات السياسية على مستوى الليجان ثم سوف تحريص الحكومة على احترام هذه المسترة بشكل دقيق لكن النقاش بالفعل هو انطلق الأمور المرتبطة بالمخاوف أعتقد بأنها سابقة لأوانها في الوقت الحالي لأنه الملامح العامة للنقاش لم تظهر سوف تظهر ابتداء من الأسبوع المقبل والحكومة كما قلت غير ما مرة المنهجية التي اعتمدتها في الحوار الاجتماعي عموما هي منهجية مبنية على الإنصاط والتواصل